على خلفية المنخفض الجوي الذي سبق وانحذر منه المركز الوطني للارصاد الجوية وخبراء الطقس والذي دخل ليلة امس الجمعة للاجواء الليبية انخفضت درجات الحرارة على معظم مدن الساحل حيث تسببت الرياح المصحوبة بامطار غزيرة في فيضانات بمنطقة سلوغ مضطر العائلات للنزوح عن منازلها فيما اعلن اعيان بلدية سلوغ بان المنطقة منكوبة في مشهد متكرر لما حدث قبل اسابيع قليلة في منطقة بنين وابهادي في ضواحي بنغازي الموجة الحالية تستمر حتى مساء الاحد ما يستوجب على كافة الجهات المسؤولة اخذ الاحتياطات اللازمة بسبب الهطول المتزايد للامطار ما يعني ارتفاع منسوب المياه الجوفية وهو ما سيؤدي بدوره لفايضانات محلية في عدة مناطق مختلفة هذا وقد توقع المركز الليبي للارصاد الجوية في بيان اللهو ان الامطار ستتساقط على بعض المناطق في شرق وغرب البلاد وستكون هذه الامطار مصحبة بزواب عرعدية وحبات برد احيانا ما يتسبب في جرايان بعض الاودية المحلية مؤكدا احتمال تساقط الثلوج الليلة على مرتفعات الجبل الاخضر مع رياح تصل سرعتها الى 60 كم في الساعة على بعض المناطق الساحلية وعلى خلفية الاجواء الماطرة وموجة البرد التي اسمها بعض الخبراء بسيبيريا اعلن وكيل وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة ان يومي الاحد والاثنين وطلط رسمية لطلبة التعليم الاساسي والمتوسط في بلدية المرج